كشف مدير مكتب المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في سوريا فرحان صالح التركي كشف لقناة الفلوجة أن خلافات ومساومات سياسية لأغراض انتخابية هي من جملة الأسباب التي تعرقل إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول بسوريا التركي أضاف لقناة الفلوجة أن من الأسباب هو أن الحكومة لم توفر لهم أماكن كافية لإيوائهم في مخيمات نينوى بعد إعادتهم فضلا عن عدم توفر الخدمات الضرورية التي تقدم لهم واصفا وضع النازحين العراقيين في مخيم الهول بالمزري من حيث قلة الخدمات وانعدام المساعدات سوى ما تقدمه الأمم المتحدة من إغاثة محدودة جدا تتمثل بحصة غذائية كل شهرين لشخص واحد فضلا عن شح المواد الوقودية والأغطية ومتطلبات فصل الشتاء إضافة إلى قلة الخيم حيث تسكن أحيانا كل ثلاث عوائل في خيمة واحدة وبعض العوائل حفرت حفرا بالأرض وغطتها بالبطنيات للسكن فيها